الكثير يسألون من هم الذين يستهدفون المؤسسة العسكرية الذين يستهدفوا المؤسسة العسكرية هو الحلف الاستعماري وبقايا الاستعمار الفرنسي الذين يكرهون الجيش الوطني الشعبي لأنه سليل جيش التحرير وهؤلاء من الحركة وأبنائهم والحركة الجدد الذين يحملون الفكر الاستعماري تحت مسميات مختلفة وسواء مسميات قومية أو مسميات مختلفة وهي كلها توالي أو مناهضة لقيم الدولة الجزائرية من البرباريست والماك والتكفريين وبقايا الجماعات الإرهابية كلهم يصبون في نفس البوتقة هي خدمة الأجندة الاستعمارية التي هزمت عام 1962 وتعمل على الانتقام من الجيش الوطني الشعبي هناك أيضا الفوضى الهلاكة وأدواتها مشروع الفوضى الهلاكة هو إشعال حروب وكيف يتم إشعال الحروب في الدول عندما تدخل طرف ضد طرف من هو الطرف الأول هو المؤسسات العسكرية والطرف الثاني تصنعه من الشعب وعندما يزجون بأطراف شعبية في حرب مع المؤسسة العسكرية ويتم تغذيتها بحقوق الإنسان وحماية المدنيين حتى يحدث الدعم يحدث الدعم أحيانا يدعمون العسكر عندما يضعف وبعد ذلك يدعمون المدنيين إن هذم الجماعات الأخرى المسلحة لتحارب الجيش يزيد يدعمهم حتى يحدث دائما توازن منه حتى يستمر تخريب هذه الدول وللأسف الشديد كان الجيش الجزائري سيقع ضحية هذه في التسعينة كان سيقع ضحية لهذه الأجندة الخبيثة ولكن خرج منها بفضل التحام الشعب مع الجيش عندما دخل عندما تضرر الشعب الجزائري من الجماعات الإرهابية حمل السلاح الشعب الجزائري وعمل مع المؤسسة العسكرية انتصرت المؤسسة العسكرية لو بقيت وكانت فكرة ذكية على ذاك من المسؤولين في المؤسسة العسكرية عندما فتحوا المجال للمدنيين كي يكافحوا الإرهاب حتى لأنهم كانوا فكروا في تلك الفطرة وقالها لي أنا ذاك مسؤولين في المؤسسة العسكرية أن الإبقاء على المؤسسة العسكرية كمؤسسة طرف ضد هؤلاء الذين حملوا السلاح الذين يبقوا في نظر المجتمع الدولي أنهم كانوا مدنيين وحملوا السلاح ضد الدولة وهناك أطراف كانت تدافع عنهم رغم أنه ثبت عليهم الإرهاب إلا أنه ذلك لم يشفع لهم فأرادوا أن يخرجوا من دائرة صراع عسكري للمؤسسة العسكرية الرسمية ضد أطراف غير رسمية وبذلك تفتح المجال ففتحوا المجال للشعب فلما حمل السلاح الشعب الجزائري هزمت الجماعات الإرهابية وبذلك وتم بعد ذلك استهداف في إطار من يقتل من من بعض قادة الميليشيات الذين بينهم بلا أدنى شك من ارتكب كثير من الأخطاء هذه بلا أدنى شك لا نبرأ ولا نقدس ولا نطهر الناس أنهم فوق الشبهات فيهم اللي يخطأ فيهم ولكن المؤسسة تبقى كمؤسسة إذا حكمها إنسان فاسد تفسد وإذا حكمها إنسان نزيه تكون نزيه إذن أدوات الفوضى لها لك وهو ما حدث تم استهداف الجيش العراقي احتلت أمريكا وضمرت الجيش العراقي الذي كان أقوى الجيوش في العالم العربي الجيش السوري أيضا تم تدميره ولكن للأمانة التاريخية أن الأخطاء التي كاد أن يقع فيها الجيش الجزائري وقع فيها الجيش السوري رغم وجود فرق ما بين الجيش الجزائري والجيش السوري الجيش الجزائري جيش شعبي بمعنى الكلمة ما فيه طوائف ولا فيه أي حسابات عرقية ولا أي شيء أما الجيش السوري الذي هو ملك الشعب وملك الدولة حوله آل الأسد إلى جيش عائلي طائفي وبذلك أسقط فيه كل القيم الموالية للوطن فتحول من جيش يوالي الوطن إلى جيش يوالي الطائفة وفي الطائفة يوالي العائلة الأسدية فأدى ذلك إلى تدمير الجيش فالجيش السوري هو الذي دمر نفسه عندما مشى في أجندة طائفية أجندة علوية أجندة عائلية تخدمت إيران وانضوت وتحول بذلك من جيش الدولة جيش سوري إلى جيش عائلي طائفي إلى ميليشيات وعصابات متحالفة مع حزب الله وميليشيات إرهابية أخرى تخدمت إيران رجع إلى جيش يوالي